تابع نظريات التكاليف ناخد مع بعض حاليا مثال مثال نمبر ون في الإجزامبل المعلومات التالية دي مستخرجة من سجلات الحسابية لشركة أبها ايه المعلومات دي بقى Direct Materials كانت موطة بخمسين ألف طبعا Direct Materials اللي هي مواد مباشرة الموطة التاني Direct Labor سبعين ألف اللي هي أجور مباشرة Overheat Costs اللي هي ته صاد غير مباشرة اللي هي تكاليف الصناعية غير مباشرة أو البعض بيسمعه تكاليف إضافية Marketing Costs اللي هي تكاليف تسوقية كانت موطة بستين ألف Administrative Costs تكاليف إدارية كانت موطة باربعين ألف Required Calculate يعني احسب المطلوب احسب رقم واحد Prime Costs Conversion Costs Total Manufacturing Costs Non Manufacturing Costs طبعا Prime Costs اللي هي تكلفة أولية Conversion Costs تكلفة التحويل أو التشكيل Total Manufacturing Costs اللي هي تكاليف إجمالي تكاليف صناعية والNon Manufacturing Costs اللي هي تكاليف غير الصناعية التكاليف غير الصناعية الحل Solution أول حاجة Prime Costs بتساوي Direct Materials Plus Direct Labor لطبع Direct Materials كانت موطة بـ 50,000 أجمع عليها Direct Labor كانت موطة بـ 70,000 يمجموها Prime Costs 120,000 S.A.R. اللي هي ريال سعودي المطلوب الثاني Conversion Costs بتساوي Direct Labor Plus Overheat Costs نعوض Direct Labor كانت موطة بـ 70,000 والOverheat Costs كانت موطة 120,000 يبقى المجموعة 190,000 S.A.R. المطلوب الثالث Total Manufacturing Costs اللي هي إجمالي التكاليف الصناعية بتساوي Direct Materials Plus Direct Labor Plus Overheat Costs اللي هي التكاليف المواد البشرة زياد الأجور البشرة زيادة التكاليف الإضافية أو التكاليف الغير مباشر نعوض Direct Materials كانت موطة بـ 50,000 والDirect Labor كانت موطة بـ 70,000 والOverheat Costs كانت موطة بـ 120,000 مجموحهم يطلع Total Manufacturing Costs 24,000 S.A.R. مطلوب الرابع Non Manufacturing Costs بتساوي Marketing Costs Plus Administrative Costs نعوض Marketing Costs كانت موطة بـ 60,000 Administrative Costs كانت موطة بـ 40,000 يبال مجموح أن المنفاكترين Costs تطلع 100,000 S.A.R. كراً بـ 40,000